قراءة أولية للخطة الخمسية التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني كيف تبدو لك؟ ما لها وما عليها؟ تفضل طبعاً أكيد كل عمل يحتاج إلى تخطيط وإلى دراسة وإلى مراجعة الإمكانيات والأدوات والسبل واستشراف المستقبل من حيث الواقع بالتالي العراق ربما منذ عقود لم يمضي بخطط ستراتيجية أو يضع خطط خمسية أو عشرية أو يخطط للمستقبل وكل ما شهدناه خلال السنوات الماضية أن كل الحلول وكل الخطط هي خطط آنية وربما سميت خطط طرقية لمعالجة قضايا هي بذات الوقت لحل قضية لوحدها لا تترابط هذه الخطط مع بعضها ولا تشكل رؤية لرسم السياسة وبذات الاقتصادية من حيث تكامل الأدوات الحكومية وتكامل الإمكانيات لذلك الحكومة شرعت يعني خلال هذه الحكومة شرعت بعدة خطوات ومشاريع منها منها كان الآني ومنها متوسط الأمد ومنها الستراتيجي لكن وضع خطة لخمسية طبعا أكيد سيرسم رؤية وخطط وفلسفة لأقتصاد ومستقبل العراق وهذا ما يحرك القطاعات وتعرف كيف تتحرك وفق هذه الخطط ووفق ما مرسوم لها أو ما حددت له الحكومة بهذا الأطر طيب المشاريع والخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء في خطته الخمسية يعني من الفاء والبنى التحتية طريق التنمية الطرق والجسور بنى المدن الصناعية والسكنية يعني كلها يعني مشاريع واعدة ومنتظرة منذ أكثر من عقدين ولكن أنت تعرف جيدان يعني الإعلان عنها شيء والتنفيذ شيء آخر أليس كذلك نعم يعني هو بالفعل يعني إحنا لاحظنا كثير من مشاريع ربما في سنوات سابقة تعلن عن هذه المشاريع ومن ثم تتلكي أو حكومات تنهي عمل الحكومات الأخرى بالتالي اليوم عندما توضع خطة ورؤية وفلسفة للتنوع الاقتصادي والخطط الحكومية أكيد هذا سيجبر الحكومات حاليا ومستقبلا بأن تتماشى مع هذه الخطط طبعا هذه ستكون على مستوى التنفيذي من الحكومة الاتحادية أيضا والحكومات المحلية وفي الأقالي بالتالي العمل الحكومي ووضع خطط يعني أو بعض المشاريع منها الستراتيجية منها طريق التنمية ومنها الفاوة منها استثمار الغاز وكل هذه الخطط حتى رؤاها في المستشفيات والكهرباء وغيرها هي كلها خطط أو خطط طموحة وبالتالي خطوات متتالية على بناء وفقه أو على أساسات ممكن أن تكون ثابتة ثم الانطلاق والتفرع والتعامل مع مستحدثات ما يمكن أن يحدث وبالتالي العراق أيضا كانت الحكومة مصر على إجراء التعداد العام من أجل رصد يعني هو ليس فقط رصد الفقر والغنى وغيره وإنما حتى يعني ممكن معالجة الحالات الاقتصادية وكيف يمكن النهوض بالواقع الاقتصادي وكان هو هذا عمل لأجل استدامة الاستثمار واستدامة التنمية في عام 30 لكن هي هذه الخطة التنموية أو الخطة الخمسية هي ستهيئ وكل الظرف المناسبة لأن نصل إلى التكامل الاقتصادي ربما في عام الثلاثين اشتركوا في القناة